موسكو تنتظر فصل الشتاء البارد لاستعمال ورقة الغاز في وجه أوروبا ولتحقيق مكاسب في ميدان الحرب على الأراضي الأوكرانية تيمناً بمعركة ستالينغراد الشهيرة ربما معادلة بمجهولين لكن الكريملين يبحث فيها عن مجهول واحد اسمه أوكرانيا إمدادات الغاز نحو أوروبا كان متوقعاً استئنافها السبت عقب انتهاء أعمال الصيانة المعلنة من موسكو في محطة لضغط الغاز غير أن شركة جازبروم قالت أن نورتستريموان الرابط بين روسيا وشمال ألمانيا سيتوقف تماماً إلى غاية إصلاح التوربين دون تحديد موعد نهائي الأوروبيون يتهمون الكريملين باستخدام الغاز كوسيلة للضغط عليهم بسبب اعتمادهم الكبير عليه غير أن موسكو تنفيذلك مشيرة إلى وجود مشاكل فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخر في تسديد المستحقات الدول الأوروبية تسعى إلى إيجاد إمدادات بديلة عن الغاز الروسي من خلال تخزين حاجياتها قبل حلول فصل الشتاء البارد شتاء ترى فيه روسيا إلى جانب ورقة الغاز كسلاح فرصة لإعادة شن هجمات مضادة على أجزاء من أوكرانيا لحسم المعركة خاصة وأن كييف أخذت المبادرة من خلال هجومها لاستعادة السيطرة وإلى حين وصول فصل الشتاء تسعى كل من أوروبا الداعمة لأوكرانيا وروسيا لتحقيق مكاسب مختلفة في معركة حتماً لن تحسمها الأسلحة الحربية فحسب بلالة البجديني العربية